موسيقى موسيقى عايزين لحظة العزالة الاجتماعية في البلد ما يمشي أخوصي بقى للشعب وقلقين على كين البلد وبقين الشعب عايز تحت خط الفقر ما عندنا بيقول النساء 20 الحكومة بتقول أو الإحصائات الحكومية بتقول إن 30% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر الإحصائات العالمية بتقول إن 90% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر وعندنا الأستاذ الأستاذ حامد ربيع لو قابل سياسة العصر الحديث يقول إن الأزمة في مصر ليست أزلة موارد إنما هي أزلة إدارة المشكلة عندنا في الإدارة المشكلة إن فيها قليلة من الشعب يسيطرونا على جميع حيرات مصري وباية الشعب عايش تحت خط الفقر تعرفوا إن في إحصائية بتقول إن 2000 رجل وسيدة أعمال يستأثرونا بـ 24% من الدخل القومي يعني تقريباً الربع 2000 يخدم ربع الدخل القومي وباية الشعب باية الثمانين مليون كلهم بيشتغلوا فيه في الثلاث إربع يبقى إشتب نصود حضرنا في عيد العديد لا شيء ويطلعشوا حاجة إننا عايزين لحظة في العدال الاجتماعية عايزين التخول والمرتبات تبقى أعلى بكثير كما نكون طالبه إن هي بكون حد الأدنى 1200 حد الأدنى 1200 لأقل موظف في الدولة بحيث إنه يقدر يعيش حياة كريمة يوفر حياة كريمة له ولأصرته ولأولاده من غير ما يخساج من غير ما يستلف من غير ما يتاين من غير ما يمت يدي لحاجي ده اللي نحن نطالب به بطالب بالإصلاح في كل قبعات الدولة الإصلاح بالتعليم الإصلاح في الصحة الإصلاح في الإمام الإصلاح في السياسة في الإقتصاد في كل شيء عايزين نطلق الحريات إيبا حدودك عندك الحرية اللي بتقوم رأيك الحرية لنك تطالب بحقاك يندنا سياسة نتميم الافواه الدول شوفنا ايالل حصل للبروات الصدائية وشوفنا ايالل حصل للرئيس محرير Vict شوفنا ايالل حصل لمزاقين ومزاقين ريوديين وشوفنا ايالل حصل لبعض برامج و هي ما يكبرد ام dispute امو ونس große الشعب الأفواه مش عايز نتكلم بحرية ولكن احنا بنقول ان الشعب المصري شعب مطرف وواعي وواعي سياسيا وبيعرف حقوقه ايه وبيطالب بحقوقه ان شاء الله وهنبدل ورح هنا نطالب بيها الغيب لما تتحقق وحقوقنا دي مش هترجع لما احنا نطالب بيها لان عمري ما حد ما يركع لحقي انا اللي هرقع حقي بيدي ومشاهدر انا الوحدي لازم كلنا نبقى مع بعض ينبقى واحد يركع نحوه كلها ولا دمين ولا عشرة لازم الشعب كله يدوم في ايدي البعض بنقول ادينا في ايدي كل الشرفات كل شريف في مصر يريد مصلحة هذا السعب ويريد الاصلاح في هذا البلد يدينا في ايديه علشان نصلح بإذن الله تعالى وده اللي احنا بنعمله من حضرتكم من هذه الفئة المثبتة الفئة الواعية اللي عارفة حقوقها ايه وعارفة واجباتها ايه وعطيها تطالب بحقوق السياسية كلها علشان ترجع الحقوق الضائعة للشعب وكل ان شاء الله ولكم العجر والسوابع عند الله سبحانه وتعالى وده سبحان الله خيرا السلام عليكم وبركاته